الرحمن الرحيم إخواني في الله ما هو حكم إزالة شعر الوجه بالليزر الذي يتضمن إزالته من أصل لمدة ستة أشهر إخواني في الله سواء كان الليزر أو كان أي شيء آخر ليس العبرة الوسيلة وإنما العبرة دائما هو الثمرة فالثمرة هو إزالة الشعر ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمسة بل حديث ابن مسعود قول لعن الله النامسة والمتنمسة هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنمس هو إزالة الشعر سواء بالملقة سواء بالليزر بل الليزر فيه محذور آخر وهو أنه كي وأنه نار والكي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي وقالوا وأنهى أمتي عن الكي والكي لا يكون إلا في العلاج وليس في أي علاج في آخر مراحل العلاج في آخر مراحل العلاج فإذا كان هناك علاج بشرطة محجم فهذا هو الأصل أما إذا لم يكن فعندها نلجأ إلى الليزر أما الشعار فلا فلا أبدا لأنه نمس والنمس لا يجوس بارك الله فيكم والسلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة